بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابي وطالبات الأعزاء في مساق أخلاقيات المهنة لبكالوريوس الإدارة أجدد التحية لكم وبكم وأتمنى لكم دوم الصحة والعافية بمشيئات الرحمن اليوم سنبدأ في الفصل الخامس بعنوان المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال أو المسؤولية المجتمعية لمنظمات الأعمال إذا ما أردنا أن نتحدث يا جماعة عن هذا الموضوع دعوني أستذكر معكم أول محاضرة تحدثنا بها أن أي منظمة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأحداث من ضمن هذه الأهداف الربح والنبو والبقاء الاستمرار والمسؤولية المجتمعية وتحدثنا ببساطة حكينا أن المسؤولية الاجتماعية تعريفها بشكل بسيط وسلس هي ما تقوم به المؤسسة أو المنظمة لخدمة المجتمع في هذا الفصل إن شاء الله سنتحدث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وأنماط المسؤولية الاجتماعية وعناصر المسؤولية الاجتماعية كذلك سنتعرف على المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي ومفهوم المحاسبة والمسؤولية الاجتماعية ومجالات المحاسبة الاجتماعية وقياس العائد الاجتماعي بإذن الله تعالى خلينا نبدأ في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال البنك الدولي عرفها أنها هي الالتزام لأصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي ليش لتحسين مستوى المعيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في أهل الوحد يعني هنا هاتموا بالتجارة والتنمية المستدامة الغرفة التجارية عرفت على أنها تطوع الشركات لتحقيق تنمية لإعتبارات أخلاقية واجتماعية هذا بالنسبة للغرفة التجارية المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا فهي تتحقق من خلال إقناع والتعلم الشركة الجماعة حكينا المسؤولي الاجتماعي شي قيمي ينبع من الذات مش مجبر عليه وبالتالي عندما تتضافر الجهود ويكون لدينا تكامل في العمل المجتمعي ضمن المسؤولية الاجتماعية أمورنا بتكون إيجابية بشكل كبير جدا بنستخلص من ذلك أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام المنشأ تجاه المجتمع والبيئة زي ما حكيتكم في بداية المحاضرة هي ما تقدمه المؤسسة لخدمة المجتمع إذن المسؤولية الاجتماعية هي التزام المنشأ تجاه المجتمع والبيئة زي ما تعرفين يا جماعة بتشوفوا تشركة سين عاملة يوم طبي مجاني عاملة احتفال لرعاية فئة مستعدفة توزيع شغل هذه ضمن إيهاش المسؤولية الاجتماعية إيش أنماط المسؤولية الاجتماعية؟ هناك وجهتين للنظر متعارضتين شكلوا نمطين متناقضين في إدراك إدارة المنظمة للدولة الاجتماعية التي يجب أن تمارسوا المنظمة النمط الأول المسؤولية الاقتصادية إيش يعني؟ هذا النمط يركز على تعظيم الربح بغض النظر عن أي مساهمة اجتماعية ما بهمني كتير مساهمة اجتماعية أنا بهمني الربح وأن المساهمات الاجتماعية ما هي لتحصيل حاصل أو ناتج ثانوي لتعظيم الربح من أنصار هذا النمط الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان هذا يشير العالم إلى إيش يا جماعة أن المدراء هم محترفون وليس مالكين للأعمال التي يجرونها ومهمتهم تحقيق أعظم الأرباح للمالكين فعشان إيك إذا قرروا إنفاق الأموال على الأهداف الاجتماعية فسوف يقل نشاطهم وبالتالي ينخفض الأرباح ويلعق خسارة بالمالكين هذا من ناحية اقتصادية اللي هو بيقولك business is business إحنا بدنا فلوس نحقق ربح أعلى بشكل كبير النمط الثاني من أنماط المسؤولية الاجتماعية والنمط الاجتماعي هذا عكس النمط الأول تماما هذا يا جماعة النمط بيحاول يظهر المنشأة أنها وحدة اجتماعية بدرجة كبيرة بتهتم بالمجتمع وتحطه وتحط أولوية النصف أعينها في جميع قراراتها وتجد هذه المنظمة الصعوبة في الموازنة بين مطلباتها الاقتصادية والتزماتها الاجتماعية النمط الثالث اللي هو بيعمل mix بين الاثنين بين الاقتصادي ابحث عن الربع وأيضاً ابحث عن دعم مجتمعي النمط هو الأكثر توازنا اللي هو نمطيهش الاقتصادي الاجتماعي وهو النمط الأكثر توازنة حيث يقرب وجهتين النظر النمط الأول بينظر إلى الموضوع من زاوية القطاع الخاص اللي هو البزنس بينما النمط الثاني بينظر إلى منقطاع حكومي ويرى أن إدارة أي نشاط من المنشأة لا تمثل مصاعد جهة واحدة للملكين فقط وإنما هناك جهات عديدة مثل الحكومات والمجتمع وهو النمط الثالث اللي أكثر شيوان نيجي لها عناصر المسئولية الاجتماعية حدد الباحثون عدداً كبيراً من عناصر المسئولية ودور المنشأة جاه تلك الأنصر أول إشي عندنا المالكون وعندنا العاملون وعندنا الزبائن وعندنا المنافسون وعندنا المجهزون وأيضاً من العناصر أيضاً المجتمع والبيئة والحكومة وجماعات الضغط الاجتماعي اشهدوا لا نشوفهم واحدة واحدة من عناصر المسئولية الاجتماعية المالكون بيسعوا إلى تحقيق أكبر ربح ممكن ورسم صورة محترمة للمنشأة وزيادة حجم المبيعات وتعظيم قيمة السهم وحماية أصول المنشأة هذا المالكون يهدفوا إلى تحقيق هذه الأشياء أما العاملون بدهم رواتب أجر مجزية ظروف عمل منافسة ومناسبة عدالة وظيفية نعاية صحية إسكانهم تقدم ترقية إلى آخرين الزبائن يعني أساسياتهم بدهم منتجات بنوع جيد وجودة عالية وآمنة وأسعار مناسبة وإعلان صادق إلى آخرين والمنافسون منافسة عادلة وعدم سحب العاملين من الآخر بوسائل غير نزيها إنك تأخذ الموظفين من عندي أيضا المجهزون الاستمرارية في التجهيز أسعار عادلة ومقبولة تزديد الالتزامات المالية والصدخ في التعامل تطوير استخدامات المواد المجهزة والمشاركة في التعامل أما المجتمع اللي هو بدنا مساهمة في دعم البنية التحتية هذا من ضمن الأشياء اللي بيسعى لتحقيقها المجتمع ضمن المسؤولية اجتماعية جمعاً ضمن الأنماط اللي حكنا عنها أو العناصر المساهمة في خلق الطوارئ والكوارث في حالة الطوارئ والكوارث المساعدة احترام العادات والتقاليد السائدة توظيف المعاقين أو نطلق عليهم ذو الاحتياجات الخاصة دعم بعض الأنشطة الاجتماعية الصدق في التعامل وتزويد بالمعلومات الصحية أما البيئة تهدف إلى الحد من التلوث التشجير والاستخدام الأمثل والعادل للموارد البيئية والحكومة تهدف إلى الالتزام بالتشجيرات والقوانين وتزديد الضرائب والمساهمة في إعادة تأهيل للتدريب والمساهمة في حل مشكلات مثل البطالة والسفر جماعات الضغط الاجتماعي احترام أنشطة جماعات حماية البيئة واحترام النقبات والتعامل الصادق مع الصحافة نجي نشوف المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي القوانين والتشجيرات الجمالة مهما كانت محكمة فإنها لا تحمل مجتمعات والحقوق ولا توفر وحدها الأمن والثقة يعني رغم أنه فيها قوانين وتشرعات لكن أنه لحالة يا جماعة أنه ما بتحمل مجتمعات والحقوق ولا توفر الأمن والثقة بشكل مطلق ولكنها حين تعمل في بيئة أخلاقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية والإصناع إذن قانون بدون إخلاق لا يؤدي المطلوب منه وللأخلاق في كثير من الأحيان سلطة واقعية وفكرية تفوق السلطة المادية شفينها درجة وين يا جماعة بيتر إيغن رئيس منظمة الشفافية العالمية لاحظ أن مكافحة الفساد عبر العمل على إقامة وتشجيع منظومة من العمل الاقتصادي الذي ينظم نفسه مع نزاه ومكافحة الفساد دون تدخلات ومراقبات حكومية ودولية والأكثر نجاحا وفعلي واليوم تتأكد وجهة نظره أن المجتمع العالمي يحتاج إلى القطاع الخاص بعدما تأكد عجز بعض الحكومات عن مواجهة الفساد ولذلك فأن المؤسسات تحتاج إلى برامج عمل نابعة من المسؤولية الاجتماعية من الأفكار التي تقترحها مؤسسة مكافحة الفساد إدخال برامج مناهضة للفساد ووضعها موضع التنفيذ موضوع الكورربشن يا جماعة أو موضوع الفساد موضوع كبير جداً طبعاً فيها حاجة يسموها الفساد الإداري الفساد المالي إلى آخرين وهذا يعني أن الأخلاق ليست مسألة هامشية في الاقتصاد بل هي مكون أساسي للأسواق والمنظمات والعلاقات التجارية والاقتصادية نيجل النقطة اللي بعدها مفهوم المحاسبة والمسؤولية الاجتماعية هي مجموعة الأنشطة التي تختص بقياس وتحليل الأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال وتوصيل تلك المعلومات للفئات والطوائف المختصة بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرار وتقييم الأداء الاجتماعي للمنظمات من أهداف المحاسبة الاجتماعية واحد تحديد وقياس المساهمة الاجتماعية للمنظمة تتمثل فقط التكليف والمنافع الخاصة الداخلية للمنظمة والخارجية اثنين تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة عشان هيك يا جماعة المنظمات اللي بتخلي المسؤولية الاجتماعية ضمن أولوياتها إلى تقييم وترتيب في السلم المالي والإداري للشركات لأنه بتحظى بدعم المجتمع وهذه من ضمن الأهداف الأساسية اللي بتسعى لتحقيقها للمنظمات وهنا ببين مدى التزام المنظمات بالإثيكس أو بالأخلاق وهذا بيأثر على تصنيفها بشكل كبير جداً أنه يجب أن يكون هناك يا جماعة موضوع المسؤولية الاجتماعية عشان يكونوا في الصورة يا جماعة من ضمن الأشياء اللي لازم تكونوا عارفينها أنه أنا لما بأى كشركة بهدف إلى الربع لكن لما بأعمل نشاط مجتمعي هذا النشاط علي بيعتبر تكلفة مثلاً بدعم الاحتفال بدأ أدعم فيها إلى آخره هذه الأمور في بعض الدول تقصم من الضريبة بمعنى إحنا الضريبة إيش تعريفها؟ واستقطاع مالي يدفع للحكومة نهاية السنة بتيجي الحكومة بتحسبك على الضريبة قديش مثلاً فيه أرباح عندك الضريبة 15% يعني كل 100 دولار بندفع 15 دولار الآن هذا المبلغ أنت يجب أن تدفعه للحكومة لكن لما بتقوم بعض الأمشطة في إطار المسؤولية الاجتماعية طبعاً فيه فواتير وفيه مصروفات أنت قمت بدفعها هذه بدل ما تدفع أنت بشكل نقدي إلى الضريبة تخصم من الضريبة فأنت هون تستفيد أنك أنت عملت نشاط هيك تدافع فلوسه وأيضاً أخدت إيشي له علاقة بالماركتينج أو بالتسويق أو بالترويج لشركتك أو مسؤوليتك ففيه فائدة بشكل كبير لكن إحنا ما بنا ننظر إلى هذا الموضوع من هذا الشق بدنا ننظر إليه من شق عمل إنساني مجتمعي من أجل خدمة بعض الفئات التي تحتاج إلى مجموعة من الرعايات والدعم والتبني والأنشطة والفعاليات والأكتيفتس بشكل كبير جداً من أهداف المحاسبة الاجتماعية تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة من خلال إيش؟ من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجية المنظمة وهدفها تتماشى مع الأوليات الاجتماعية من جهة وطموح المنظمة بتحقيق نسمة معقولة رباح من جهة أخرى وبالتالي هنا في عندك زي ما حكينا هدفياً أو سيناريوياً لأنه أنا هدف الأساسي الربح وهذا أمر طبيعي ومن حقك مؤسسة أنه أنت رأس مالك مثلاً عشرة ألف دولار بدك تجيب رأس مالك وتبدأ تربح أوكي على عين ورأسي بس من الناحية الثانية بدأ يكون الشق إليه علاقة بالعمل المجتمعي وعشان هيك تمثل العلاقة بين أداء المنظمات وقياس مدى الرفاهية الاجتماعية العنصر الجوهري لهذا الهدف النقطة التالتة من هداف المحاسبة الاجتماعية الإفصاع عن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة والتي لها آثار اجتماعية نقطة مهمة جداً الهدف منه توفير بيانات ملائمة عن أداء المنظمة الاجتماعي وماذا مساهمتها في تحقيق الهداف الاجتماعية وإيصال هذه البيانات للأطراف المستفيدة من أجل توجيه الأنشطة وتحديد منطقة العمل أمثل لها بمعنى أنه أنت بدك تشتل بمعض الأنشطة بدك تبين هذا الأنشطة عشان تعكس مدى اهتمامك كشركة أو منظمة بالمسؤولية الاجتماعية أنك عملت يوم اليتيم عملت يوم المعاق دعمت فئات الكزا رعية كزا عملت شارع زرعة أرض في هذا الإطار يعني ضمن المسؤولية الاجتماعية طيب نشوف معيار التفرقة هذه نقطة بهم يا جماعة ركزوا معي فيها معيار التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية طيب المعيار الأول عدم وجود الإلزام القانوني بالنشاط إذا إيش يدخل فيه إلزام قانون هو مش مجتمعي يا جماعة فعشان هيك الأنشطة الاجتماعية التي تنفذها المنظمة اختياريا للإفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع يعني مش إجباريا صح والغلاط الأنشطة الاجتماعية التي تنفذها المنظمة إجبارية لا هي اختيارية ليش؟ للإفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع أي هون بيجي حاجز ما صفة الاختيار أو الالتزام هي التي تحدد طبيعة النشاط فيما إذا كان اجتماعي أم لا طيب المعيار الثاني طبيعة النشاط نفسه إذن أول المعيار من ناحية القانونية هل يوجد إلزام قانوني؟ إذا لم يوجد إلزام قانوني تطوعي خيري فهو مجتمعي المعيار الثاني طبيعة النشاط نفسه يا جماعة أي وجود الصفة الاجتماعية للنشاط بغض النظر على وجود إلزام قانوني أو عدم قانوني بمعنى هون بيجعلنا أنه هل النشاط هذا فيه شيء لعلاقة بخدمة المجتمع؟ وأنا ببطل أدور على شيء العلاقة قانوني أو غير قانوني في هذا المجال نتابع ما كل طلابنا الأعزاء ونروح لمجالات المحاسبة الاجتماعية أول شيء مجال العاملين يتضمن هذا المجال تأثير أنشطة المنظمة على تحسين ظروف العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة وتقديم السالة من الصناعة وهذا مجالاً داخلية للمحاسبة الاجتماعية يعني لازم الشرك يكون عندها ظروف للعاملين وبيئة عمل مناسبة في هذه النقاط مجال البيئة الأنشطة الاجتماعية التي تهدف للحد من الأثار السلبية الناجمة عن ممارسة المنظمة الأنشطة والتي تؤثر على البيئة بتتحافظ على البيئة وصلنا تشوفها حاجة اسمها الخضرنة المؤسسات والحفاظ على البيئة وشفته موضوح عفواً الابتعاد عن الأشياء المضرة للبيئة والتوجه للتواصل الإلكتروني بشكل كبير جداً مجال حماية المستهلك يشمل الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق رضا المستهلك هذا طبعاً أهم شيء لكم في أي منظمة أن تبحث عن رضا المستهلك والمحافظة على الرضا كالاهتمام بزيادة أمان المنتج وعدم خداع المستهلك والصدق في الإعلان ومدة صلحية المنتج أيضاً من المجالات المحاسبة الاجتماعية مجال المجتمع يشمل مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق فائدة للجمهور كتشغيل دول الاحتياجات الخاصة والعجزة وتدريب طلبة الجامعات ودعم الجامعية الخيرية وهذا يهدف إلى تنمية وتحقيق فائدة الاقتصادية للمجتمع من جانب المسؤولية الاجتماعية للمنظمة يا جماعة أنه تدرب طلاب الجامعات زي ما تدربوا مفضوع المسؤولية الاجتماعية لعلاقة بتوظيف دول الاحتياجات الخاصة في قانون أنه يجب أنه كل مؤسسة يا جماعة توظف مش منها أو صدقة في قانون أنه يجب أن توظف المؤسسة على حد أدنى 5% من الموظفين إذا عندك 100 موظف يجب أن يكون 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة دعمة لهذه الشريحة من المجتمع نروح للنقطة اللي بعدها قياس الأداء الاجتماع للمنظمة يعني هون كيف بدأ أعرف هل المنظمة هاي بتشغل بشكل كويس أوكي بس من ناحية مجتمعية هل بتخدم هل بتدعم هل بتقوم بأنشطة مجتمعية ولا لا طب كيف بدأ قياس هذا الاشياء يا جماعة المشكلة أنه اختلاف وجهة النظر المحاسبية ووجهة نظر اتصاديه في قياس الإداء الاجتماعي من وجهة نظر المحاسبية اللي هي من ناحية فلوس تعتبر التكلفة الاجتماعية هي المبالغ التي تنفقها المنظمة لقيامها بالمسؤولية الاجتماعية بصفة اختيارية أو إلزامية وعدم حصولها على عائد اقتصادي مقابل التكليف يعني مثلا بدعم النشاط كلفني ألف شيء كده هذه اسمها التكلفة الاجتماعية المحاسبية بدون ما أخذ ربح فهي تعتمد على التكلفة الفعلية أساسا في قياس الأداء الاجتماعي تمام؟ أوكي طيب من وجهة نظر اجتماعية من وجهة نظر محاسبية نجي من وجهة نظر اقتصادية تعتبر أن التكلفة الاجتماعية هي قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة لممارسة الأنشطة للأمور الاقتصادية شوفوا كيف الفرق يا جماعة أنه من وجهة نظر الاقتصادية أنت بتلوث الهواء والماء والتربة والضجيج اللي بتعمله أدع له تأثير سلبي على المجتمع فهي بذلك تعبر عن قيمة المواد التي يضح بها المجتمع لأجل إنتاج السلع والخدمة ويعتمد على تكلفة الفرصة البديلة أساسا في قياس الأداء الاجتماعي لذلك يمكن اعتبار التكليف الاجتماعية المباشرة تمثل وجهة النظر المحاسبية والتكليف الغير المباشرة تمثل وجهة نظر الاقتصادية وهذه مهمة جدا نجي لنقطة اللي بعدها نجي لقياس العائد الاجتماعي العائد يا جماعي شماعي تعريف العائد اللي برجع إلي اللي هو الربح بسموه أنا عندي مصاريف وإرادات بشوف قمة العائد ركزت معظم الدراسات على التكليف الاجتماعية في حين يعتبر قياس العائد الاجتماعي المشكلة الجوهرية التي تواجه المحاسبة الاجتماعية وكيف يمكن تقدير القيمة النقدية للمنفعة التي يحصل عليها المجتمع من جراء قيام المنظمة مثلا من تجيير المنطقة المعيطة بها ليش صعوبة القياس للأسباب التالية ليش أنا صعب أقيس العائد يا جماعة لأن معظم العوائل الاجتماعية تتحقق الأطراف خارج المنظمة فالأنشطة الاجتماعية إنشاء عنها منفعة للمجتمع وليس للمنظمة يعني أنا بأعمل مشروع خارجي أنا يا جماعة بخدم المؤسسة بشكل أساسي جدا مش بخدم المنظمة تبعتي تمام؟ تمام حتى لو تحقق للمنظمة القبول في المجتمع يعني مرضين عنها أو سمعتها كويسة فإن تقدير القيمة النقدية لهذا القبول صعب جدا صعب أعرف أنا قديش بالزبط نسبة القبول ولا يتحقق مع سياسة الحيطة والحضر مثل تقدير قيمة الانتباع الحسن للمجتمع عن مشروع معين صعب أعطي أنا نسب وأرقام في هذا الموضوع لأنك تتعامل مع بيئة مختلفة وبتتعامل مع ناس مختلفين وبالتالي صعب أنا أعمل قانون معين أو ألية معينة أو معادلة معينة أقيس من علالها العائد الاجتماعي نجل المسؤولية الاجتماعية وحق العملاء لهم الزباق أول حق للعملاء وحق الأمان وحق حماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي تسبب الأضرار الصحية في حياتها عفوا هذا حق الأمان أنه أنا كذبون كمستهلك من حقي ضمن المسؤولية الاجتماعية لمنظمتك أنه أنا أكفل بأمان المنتج لهذه الفئات حق الحصول على المعلومات الانفورميشن بدك تحمل مستهلك من التضليل والغش والمعلومات المضللة في الإعلانات زي ما كنا نحكي أنه من نسبع بعض الإعلانات والدعايات منها الشعور أنه هذا المنتج هو الأفضل على الإطلاق لما منتشتري المنتج ويستخدمه تجد شتان بين هايك بهذا المنتج وهذا مشكل كبير جدا وبالتالي بعض المعلومات المضللة في الإعلانات والأغلفة والعبوات يجب أن تتصف المعلومات بالكفاية إيش كفاية يعني كاملة شاملة والدقة والأهم المصداقية يعني ما بنفع تعطي معلومات زي ما نشوف بعض الدعايات في المسلسلات وفي الأفلام أو في الفواز الإعلانية بيجي بدعاية غريبة جدا تجد تخدمها ملاش علاقة حيث تساعد المستهلك على الاختيار السليم للمنتج ويعبر عنه أحيانا بحق المعرفة تمام؟ هذه من الحقوق التي يجب أن تكون ضمن المسؤولية المجتمعية لمنظمات الأعمال حق الاختيار يضمن توفير الفرصة للمستهلك لاختيار أنواع مختلفة للمنتجات وما صارت لها فساد عكس إيش؟ الاحتكار يا جماعة الاحتكار هو أنه بكون عندي سلعة معينة وبحتكر السوق فيها وبالتالي بجمر المستهلك أنه يشتريها لا من حق المستهلك بدنا المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال أنه يختار بين المنتجات ويأخذ اللي بده إياه إذن عدم حق الاختيار للمستهلك فإن السوق تسود حاله من إيش؟ طبعا أنه نهى عن ديننا الإسلامي من احتكار فهو إيش خاطئ برضا عليكم الحق الرابع من الحقوق اللي بتشتري عنها المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الأعمال حق سماع رأي المستهلك يضمن بأن رغبات المستهلك سوف تسمع ويعبر عنها بطريقة مناسبة ويساعد المنظمة على التأكد من مزايا المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستهلك والعمل على تطويرها الخامسة حق التمتع ببيئة نظيفة وهي المطالبة بحماية البيئة أصبحت واحدة من أهم مبادئ تحقيق المسؤولية الاجتماعية للمنظمات أنه إحنا صارعينا مطالبين أنه نحمل البيئة من التلوث ومن الأدام ومن الغزاعة ومن الضوضاء وما شابه وهذا يعني حق العيش والعمل في بيئة سليمة غير ملوثة وخالية من المخاطر الأجيال الحالية والقادمة وهذه نقطة مهمة جدا في المؤسسات الآن يا جماعة أو زي ما حكيتك في عنا حاجز ما خضرانة المؤسسات وهو تحويل المؤسسات للعمل ببيئة تدعم ببيئة الخضراء بعيدا عن التلوث والضوضاء وما شابه في هذه الأمور الحق السادس حق إشباع احتياجاته الأساسية يسمى حق الرعاية الصحية هو حق يتطلب حصول المستهلك على السلع والخدمات الضرورية كالغذاء والكساء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية هذه إيش؟ الحاجات الأساسية اللي إجت في هرم ماسله في سلم الأولويات لما قال أنه الحق الأول أو الهاج الأول اللي بيحتاجها الإنسان لتحقيق نفسه اللي هو الحق الأول للحاجات الفيسيولوجية اللي هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن يجب أن توفر للإنسان حتى يقوم بالمهام المطلوبة منه ضمن حياته وبالتالي حق إشباع الحاجات الأساسية هذه الحقوق يا جماعة يجب أي مؤسسة أنه تعمل على توفيرها وأي مؤسسة تطالب بتوفير هذه الحقوق لأنه حق لأي مواطن أو حق لأي إنسان بيعيش أنه يكون عنده حق الحصول على المعلومات حق الأمن حق الاختيار حق سماع الرأي حق التمتع ببيئة نظيفة وممكن نضيف العديد من الحقوق التي يجب أن تتبناها أي منظمة ضمن المسؤولية المجتمعية الخاصة فيها النقطة السابعة من الحقوق أو من المسؤولية الاجتماعية وحقوق العملاء طبعا حكينا أنه حق الأمان والحصول على المعلومات حق الاختيار حق سماع الرأي المستهلك حق التمتع ببيئة نظيفة حق اشتياع إشباع حتاجاته الأساسية النقطة اللي بعدها حق التعويض وهذه نقطة كتير مهمة نركز فيها يا جماعة طبعا بموجبه يكون للمستهلك الحق في الحصول على مطالبة المشروعة كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمة الغير برضية هنا يا جماعة في دول أوروبا والدول الخارجية في مؤسسات اسمها مؤسسة حماية المستهلك أي مؤسسة هلك بيشتري منتج بيكون مثلا فيه تزوير أو تزييف أو عدم موضوع للمعلومات أو فيه شيء غير قانوني أو منتصة حيته بروح بشكل مباشر بيقدم شكلها مؤسسة حماية المستهلكية لديها طواقم المختصة والفنية والقانونية بتكون برفع قضية على هذه الشركة وممكن سير فيها مخاسر كبير عندنا في الدول العربية أو في قطاع فلسطين ما يقوم بهذا الأمور هو سموه بتعرفه أكيد وزارة الاقتصاد فيها دائرة خاصة عن حماية المستهلك دائرة حماية المستهلك اللي بتشوفوهم بيكونوا بعمليات تفتيش على السوبر ماركتس وبعض المؤسسات واللي بتقدم منتجات غذائية بتبحث عن تاريخ الإنتاج والصلاحية والآخرين وبالتالي حقك أنت تعويض بهذا الأمور عشان هيك الجماعة فيه متابعة بشكل مستمرة أيضاً من الحقوق اللي مطلوبة للعملاء ضمن المسؤولية الاجتماعية حق التفقيف إيش يعني التفقيف؟ أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المهارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات يعني بعض الإعلانات بعض الدائرة بيكون فيها تفقيف بيكون فيه معلومات واضحة أنه بديعرف هذه السلعة زي ما بتشوفوا بعض المنتجات بيكون كاي تكتوب عليها قداش فيها مثلاً كحول قداش فيها صودة قداش فيها سكر خالية من السكر تأثير السلبي دهون قداش فيها هذه المعلومات يجب أن تثقف فيها أنت المريض أو بيستخدم الرشدة أو بيستخدم المنتج بشكل عام حتى تكون الأمور واضحة له ويعرف يستخدم هذا المنتج ومن حقه الاكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع وإيش الخدمة وذلك من خلال إيش إحنا بنعمله برامج دورات تثقيفية وتدريبية من خلال الإعلام وتعميم هذه الثقافة في كافة المراحل التعلمية ضروري جداً يا جماعة وضمن المسؤولية المجتمعية المنظرات تعمل حاجة اسمها توعية تثقيف إرشاد إكساب مهارات معارف معلومات للزبون أو للمسالكة بشكل عام كيفية التعامل مع واحد، اثنين، ثلاث، أربع من حقك أنت أنك تعرف بحقوقك حقك في التعويض حقك في التثقيف حقك في سماع الرأي حقك في الاختيار حقك في الأمن حقك في العصول على المعلومات حقك في الشباعة تيجرة الإساسية كل هذه الحقوق يجب أن تحافظ عليها وبالتالي قبل أن تحافظ على حقوقك يجب عليك أنت كمنظمة أن تكون عارفة هذه الحقوق ويجب عليك أن توفريها وتؤمنيها للزبون أو للمستهلك لشان هيك يا جماعة هذه النقطة كتير مهمة نحن نطالب فيها المؤسسات والشركات أنه ضروري تكون عارفة إيش مطلوب منها تقدم كن بواحد الحقوق عليه واجبات يجب أن يكون على اطلاع كامل بهذه الحقوق والواجبات والعمل على تقديمها بالصورة الطيبة والمثالية بما يضمن حماية المستهلك وهذا نقطة كتير مهمة أنه يجب أن تكون هناك حماية للمستهلك من الغش والزيف والخدام في بعض الأشياء اللي احنا منشوفها هيك يا جماعة احنا منكون خلصنا الفصل الخامس من أخلاقيات المهنة والذي كان بعنوان المسئولية المجتمعية لمنظمات الأعمال في هذا الفصل تعرفنا على مفهوم المسئولية الاجتماعية بشكل عام وما تقدمه المؤسسة لخدمة المجتمع أخذنا أماط المسئولية المجتمعية وتحدثنا عن عناصر المسئولية الاجتماعية وتحدثنا عن المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي تحدثنا عن مفهوم المحاسبة والمسئولية الاجتماعية تحدثنا عن مجالات المحاسبة الاجتماعية وتحدثنا عن قياس العائد الاجتماعي وكذلك تحدثنا عن الحقوق التي يجب أن تتوفر للزبائن أو المستهلخين وبالتالي هيك ابنني هذا الفصل المهم إذا ما طبق من ناحية المنظمات ستقول يا جماعة إذا المنظمات أخذت على عاتقها ضرورة تطبيق مبدأ المسئولية المجتمعية سنكون نحن بشكل كبير جدا تخيلوا مثلا كمؤسسة موجودة عندنا كل مؤسسة بتقوم بأنشطة وفعاليات ودعم في إطار المسئولية الاجتماعية سنستطيع أنه ندعم كل الفئات المهمشة والفقيرة تكون قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية على الأقل المأكل مشرب ملبس مسكن وفي هذا الأمور إذا ما طبقت بشكل سليم وواقع هيك يا جماعة منكون خلصنا الفصل الخامس المسئولية الاجتماعية للمنظمات العمال بتمنى أن الأمور تكون واضحة والفصل مميز بالنسبة لكم تكون المعلومات قد وصلت بالصورة السهلة والسهلة بتمنى لكم دائما التوفيق طلابي وطالباتي الأعزاء وتكيد كل هذه الأمور اللي نخدها ضمن أخلاقات المال أتمنى منكم بكرا إن شاء الله لذا ربنا أكرمكم وتوظفتم واشتغلتم أنكم تطبقوها في مؤسساتكم بشكل عملي وتنصحوا بها وتدعموا بها بإذن الله تعالى شكرا لكم تمنى لكم التوفيق دائما وكل التحية والتقدير لكم طلابي الأعزاء وإن شاء الله ألتقيكم بمحاضرة أخرى وجديدة تقبلوا تحياتي محاضر هذا المساقى الأستاذ إهاب أبو الخير دمتم دائما بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته